الأخ علي أيضا يقول أحيانا في بعض المجالس يدافع عن شخصكم الكريم عن بعض المشايق قال فإذا فعلت ذلك اتهمت بأنني إخواني أو مقاتلة إلى غير ذلك من الاتهامات فاضطر أحيانا إلى السكوت فهل هذه المجامع يجوز لي فيها السكوت أم ماذا يفعل وأقول له يعني إذا كان تعلم أن هذا الناس أولاك إذا كان تعلم أنهم ظالما وظالمون فالله تبارك وتعالى يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين لا يجدك أن تبقى معهم ولا أن تجلس معهم ثم بعد ذلك لو أردت أن تجلس معهم فلا ينبغي أن تخشى مما يتهمونك به فإنك أنت لست أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنه الظالمون أنه مجنون وأنه ساحن وأنه يعني يأتي بأساطر الأولين وأنه يكذب وأنه يفتح كل ذلك قاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما ثناه ذلك عن أن يود رسالته ويبلغ رسالة ربي فأنت لا يضلك أن تتهم بتهم كاذب وباطل فذلك إما يرفع قدرك ويزيد من حسناتك لكن إذا أنت رأيت أنك لا تستطيع أن تؤثر فيهم ولا يفيدك كلامهم فلا تجلس معهم لأن الله تباك وتعالى يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين ترجمة نانسي قنقر